الشاردة الوردة فكرة شاردة تبقى واردة في ان احنا ننقش على سبيل المثال للحظر تيجي تسأل كده يعني شاردة ألا وهي طيب والرئيس تكلم بكل الوضوح والجسارة في هذه المشاكل من أصغرها لأكبرها وإن كان مفيش أي حاجة كانت صغيرة تكلم عليها بصراحة ليه؟ علشان هذا يعكس اهتماما حقيقيا من الرئيس؟ بس اهتمام؟ طب هذا يعكسه اخلاصا حقيقيا في حل المشكلة؟ بس اخلاص؟ وهذا يعكس اسرار على خوض التحدي بمنتهى البساطة أسهل حاجة في الدنيا كان الرئيس هيروحنا نعمل مشروع التنمية الأسرة المصرية وهيبقى فيه كلمات للسادة الحاضرين على الستيج وكله نيدلي بدلوا من وجهة نظره وبعد كده الرئيس يقول كلمة قصيرة يثني فيها على كلمات السادة الحضور ويا جماعة مصريين شدوا حلكوا وإحنا إن شاء الله يعني هنكمل المشوار وإحنا من نجاح إلى نجاح ومفيش عندنا مشاكل إحنا زي الفل وميد فل واربعتاشر وبعدين ناخد بعضنا ونركب العربية ونروح البيت ده كل واحد فينا هيروح شغل بس كده اللي يروح شغله بقى اللي يروح بيتهم خلاص لكن ده ما حصلش الرئيس كلمك على كل مشاكلك منها على سبيل المثال ودي واحدة من المشاكل الكبرى مشاكل الكبرى ده دي أم الأثافي أو النهي التعليم الحدوتة بتقول القاتية الناس بره أصبحت بتطلب تخصصات معينة لكليات معينة تسميها بقى تخصصات محددة في كليات الهندسة أو كليات الكمبيوتر ساينس أو كليات هندسة الاتصالات إلى أخير ويعا وإنه هذه التخصصات بتتطلب ناس على قدر عالي جدا ووافر جدا من العلم والدقة وإنه هذه الوظائف قد يصل فيها راتبك لحوالي 20 ألف دولار شهريا وبتشتغل وإنت موجود في مصر خلاص ما بقيتش مضطر أن أنت تسافر أمريكا ولا تسافر إنجلترا ولا تسافر فرنسا ولا تسافر ألمانيا من وإنت هنا بتشتغل على هذه الحاجات حاجات أكيد متعلقة بالبرو جرامينج والسوفتوير وحاجات زي كده جميل فجيء الرئيس قال لي يا جماعة إحنا عاوزين ولادنا يبدأوا يخترقوا سوق العمل ده عايزين خرجين المصريين يخشوا في ده فيبقى المصري ليه سعر كبير في النوع ده من الوظائف طيب نعمل إيه يا فندم اعملوا اختبارات لا يا فندم الموضوع ده هيتطلب إنه عشان الولاد بتوعنا يبقوا مؤهلين لازم هيعملوا دراسات هتبقى تكلفتها للفرد للطالب تلاتين ألف دولار يعني إيه؟ يعني ربعمية وخمسين ألف جنيه تقريبا أكتر خمسمائة ألف جنيه تقريبا للطالب الواحد جيء الرئيس قال اللي هينجح في الاختبار الثلاثين ألف دول منحة من الدولة يعني نص مليون منحة بس الولاد يبقوا زي الفل اتعامل الاختبار لتقريبا تلتمائة ألف طالب خرجين كليات حاسبات كومبيوتر ساينز وكليات هندسة اتصالات وكليات متخصصة تخصصاتهم متعلقة بالبرمجة والحوسبة وكل الكلام الحلو الجميل اللي أنا معرفوش وسأل الرئيس تفتكروا في كم واحد نجح حد من الحضور رد قال خمسين في المية نسبة النجاح طب اللي نجح طالع 111 رئيس يا ده يا كرام لسه حد من زملائي العزقتها زميلي بيقولي الرئيس كان واضح انه هو متدايق قلت له الأرقام اللي تقالت تخوف ترعب قلت له طه لما يبقى 300 ألف يخشوا اختبار علشان ياخدوا المنحة 300 ألف يطلع 111 هم اللي مؤهلين 111 انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ايه على التعليم؟ بالضبط زي ما كنت بتكلم مع شحاتها يا زميل قلت له أصلا أنا الجيل اللي كنا لما بنتخرج من الجامعة ونبدأ نخش سوق العمل فأول جملة كانت تتقلم بص حبيبي أهم حاجة بقى تنسى كل اللي تعلمته في الكلية ده احنا هنا هنتعلم من أول وجديد فحتى كنت باتحك قلت له طب أنا قعدت في الكلية خمس سنين منهم سنة إعدادي هندسة واربع سنين اقتصاد هنسى يبقى هنسى الهندسة والنسى الاقتصاد والنسى كله يعني خمس سنين يروحوا من عمري أي كلام في الأي كلام كده طب أنا قضيتهم ليه طب ما كنت أشتغل بالسنوات العامة بقى هل ده منطقة هل ده معقول طب أنا بسألك أنت المواطن هل أنت كنت تتصور أنه النجاح في اختبارات 300 ألف بني آدم يبقوا 111 شيء الحقيقة مذهل مخيف طب أنت عاوز بقى هنا أنا بسألك أنت بقى كده المواطن علشان لاحظت أن فيه ناس يقول لك يا أنا مش عاجبني يا يوسف بيقول يعني هل هذا تطبيلا تطبيل في إيه هو أنت إمتى سمعت رئيس بيواجهك بمشاكلك إلى هذا الحد مش قولك بيواجهك بيواجه نفسه وبيواجهنا إحنا المجتمع وبالمناسبة هو الرئيس قال كده وإحنا قاعدين قال إحنا هنا كلنا زي بعض إحنا كلنا واحد وما فيش حاجة اسمها النظام فيه حاجة اسمها الدولة المصرية فنحن نواجه بعضنا البعض بالحقيقة اختبارات لتلتمائة ألف أصفرت عن مية وحداشر يا أنها ربيا ده على رأيي منحة شلبي يا أنها ربيا وبرضه رئيس قال مش مشكلة المية وحداشر ياخدوا المنحة وهنبدأ علشان كده لما جاء الرئيس هو بيكمل قال إن النهاردة عشان أبقى متطمن على مواطن إنه متعلم صح ده أنا هتطمن عليه بعد 16 سنة لو كنا بنبدأ النهاردة 12 سنة في المدرسة و4 سنين الكلية بس نكون بدأنا من النهاردة صح 100% صح ما فيهاش أي نسبة خطأ كده أبقى أنا متطمن بقى يا أنها ربيا يا أنها ربيا وقال قال لقاءاتنا دي توعية حقيقية لواقعنا وإحنا مش بنتكسف خلونا نسمع ونكمل الكلام لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا وإن إحنا ما نتكسبش إن إحنا نتكلم أنت قلته كلام مترتب هيفهموا ناس كتير وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها عشان إيه؟ الدكتورة هل ممكن تقول لك معدل نمو بتاعنا ستة وبدأ ستة إيه؟ هو اللي زحلتنا ينفعوا ستة؟ اللي زحلتنا عايز ستين عايز إيه؟ ستين عشان توصليني إن أنا يبقى عندي خمسة تريليون دولار داخل نتج محلي للمئة مليون عشان أقدر أقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في أوروبا وأقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في أوروبا وأقدم لهم وعي وتوعية زي اللي بيقدم في أوروبا أنا مقدرش أقدم ده لما عملنا قائم الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها لأن بدلا ما بنتكلم في عشرين تهيتين ألف اللي في ثلاث سنين داخلين عاملين ولسه شغالين خدت بالك من الجملة بتاعت الخمسة تريليون لكن أنت عايز تقدم تعليم وعايز تقدم خدمات ووعي زي اللي بتقدم في أوروبا يبقى أنا بقى هنا مش عاوز يعني كانت الدكتور هالي السعيد كانت بتقول إنه إحنا اقتربنا من معدل ستة في المية معدل نمو اقتصادي فقال ده إحنا كده مش عايزين ستة إحنا كده عايزين ستين عشان نوصل للخمسة تريليون صحيح هنوصل الخمسة تريليون دي إزاي قائم الانتظار بتاعة طالبين العمل قال دي مش عشرين ولا ثلاثين ده إحنا بتتكلم على مليون واحد طالب عامل